شاهد مقر مندوبية التربية بتوزر احتجاجا كبيرا من طرف مجموعة من أولياء التلاميذ مرسمين بمدرسة خاصة بعد تفاجئهم بعدم قانونية الشهائد المدرسية المتحصل عليها من طرف المدرسة المعنية وضعية طرحت عديد التساؤلات وخلقت نوعا من التوتر لدى أولياء التلاميذ وقد طلب الأهالي بتسويقه وضعية أبنائهم وإيجاد حلول قانونية للتأشير على الشهائد المدرسية من طرف المصالح المختصة ثلاث سنين من حياة أنا مطالبة منهم شيء مشاكلهم يحلوهم مع بعضهم أما أنا نحب شهدت بنتي أنكم أمر منظم لحياة المدرسية يقول استلميذي أنت فاعمل خطأ أنتها الإدارة ما يتعاقبش أنت معقبت التلميذ الممثل القانوني للمدرسة أوضح أن الشهائد المدرسية الممنوحة من طرفهم يعتبر قانوني حسب الوثائق المصرح بها لدى الإدارات المعنية من 2012 ندرس بالعدادي بترخيصنا في 2014 بحكم أن العدادي بشيولي ثانوي قمنا مطلب إلحاق ثانوي للمؤسسة في 2014 وعندنا فيه وصل تسلب من المندوية الجهوية للتربية بتوصل ما جاوبوناش عودنا مطلب في 2016 وعودنا المطلب هضايق وعدنا فيه وصل تسلم زادا من المندوية الجهوية ديما بالوثائق وعدناها للمندوية وكلمونا بالهاتف أنا ذاك وقالونا وعطونا الرمز للمؤسسة باش نسجلوا تلميذة البكالوري في السنة الدراسية 2016-2016 وقع فتح السيت وتسجلت تلميذة من ثم ونسجلوا في تلميذة ويقروا في البكالوري وينجح تلميذة من أحصل المدارس اللي تنجح في الولاية لليومنا هذا اليوم في 24 جوان من سنة 2022 المندوية تقول معاش نأشرت لا من أنت على المدارسة الخاصة السبب قال لك عدم الحصول على ترخيص أنا يا أنت لا جاوبتني لا بالرفض ولا بالإيجابي كاش تحبني نتصرف الله هنا وعدنا نسجلوا وتلميه أشروا وأشروا ونبعثوا في ملفات ونبعثوا في ملفات وكل شيء معناه الوثائق سليم ألف في المئة كما أكد المدير الجهوي للتربية بتوزر أن الوضعية سيتم تسويتها وسيقع أنصاف التلاميذ في القريب العاجل الموضوع محلول خاصة تجاه النشأة بتاعنا وتجاه تلامذتنا وهذا كنت تلامذتنا وموضوعهم محلول أتبقى هو في إطار الحرص من وزارة الطربية على تطبيق القانون وتطبيق ما ورد في كراس الشروط اللي يقول أنه كل مؤسسة تحترم على الأقل كراس الشروط وتحترم العقد لخذية ويبقى السؤال مطروحا بأي شكل ستواصل هذه المدرسة الخاصة نشاطها خاصة وأنها انطلقت في ترسيم التلاميذ منذ 16 ألفين في المرحلة الثانوية ترجمة نانسي قنقر